بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أيها الإخوة المشاهدون آتها الأخوات المشاهدات في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث الروح كنا قد تكلمنا في حلقات سابقة عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وكيف أنه يبدأ باليقظة التي هي في مقابلة الغفلة وكيف أنه يحتاج إلى تهيئة وأن هذه التهيئة أتى بها الشرع الشريف في قلة الطعام وقلة الكلام وقلة الأنام مثل الاعتكاف وقلة المنام مثل قيام الليل وأن هذه التهيئة تهيئ الروح الذي نتحدث في حديث الروح عنها لأن تترقى في مراقل معرفة وفي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى شبهنا السير إلى الله بطريق فيه مراحل وهذه المراحل جعلها الهروي في منازل السائرين إلى رب العالمين بين إياك نعبد وإياك نستعين إلى عشرة فهناك عشر مراحل أولها اليقظة أن نتنبه إلى حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال وأن الموت يحيط بنا يأخذ الصغير والكبير والطفل والرجل والمرأة والأبيض والأسود لا يدعو أحدا فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة الدنيا امتحانا وابتلاءا واختبارا لنا والدنيا مزرعة الآخرة هذه يقظى ينبغي على كل واحد منا أن يتحلى بها أن يدخل فيها فإذا فعل ذلك فليهيئ نفسه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه إذا تهيئ لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الرجل قد أوتي صمتا فاعلم أنه يلقى الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إذا اعتكف في خلوته فإنه في هذه الخلوة يستطيع أن يحاسب نفسه حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا وإذا أيضا قلل المنام وأوجد لنفسه علاقة مع الله في جوف الليل في ساعة مباركة في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا جل شأنه فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هكذا بالرفع في رواة البخاري وفي غير البخاري هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له على السببه إذا الفكر والذكر بداية الطريق قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فأقين عذب النار إذا أنا كففت نفسي في الطعام وفي المنام وفي الأنام وفي الكلام فإنني ينبغي أن أشتغل بالذكر والله سبحانه وتعالى علمنا الذكر علمنا أن الدعاء من الذكر ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة وكان في رواية أخرى يقول الدعاء مخ العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إذن فالدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة وهو رأس العبادة وهو معدود من الذكر قال تعالى ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها فعلمنا أن نذكر الله سبحانه وتعالى بصفته جل جلاب الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباصد الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير إلى آخر هذه الأسماء الحسنة نعيش بعد ذلك في حلقة قادمة إن شاء الله مع أسماء الله الحسنة كطرف من أطراف الذكر فالذكر منه الدعاء ومنه الذكر المحت ومنه الكلمات العشر الطيبات ومنه قراءة القرآن ومنه أشياء كثيرة جعلها الله سبحانه وتعالى ذكرا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون إلى لقاء آخر أستودعكم الله وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كما أرادنا نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نصح فقال لا يزال لسانك ربا بذكر الله لا إله إلا الله خير ما قلت وقال النبيون من قبلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته